اشتركوا في القناة كانت عبارة عن تقسيم قطعة مستقيمة والصور المختلفة لمعادلة خط مستقيم وكان طول العمود الساقط من نقطة على مستقيم النهاردة بقى هناخد الوحدة الثانية وهي حساب المثلثات تعالوا نشوف مع بعض احنا عندنا ايه في حساب المثلثات عندنا سبع دروس الدرس الاول طول قص من دائرة مساحة القطاع الدائري مساحة القطع الدائرية العلاقات الاساسية بين الدوال المثلثية قاعدتي الجيب وجيب التمام الدوال المثلثية لمجموعة وفرق قياس زاويتين الدوال المثلثية لضعف قياس الزاوية النهاردة ان شاء الله هنتناول مع بعض طول القوس ومساحة القطاع الدائري دعاء للسفتاح بتاعنا يا شباب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين تمام كده عندي بص على الرسم كده على الشاشة اللي عندي هنا بيقول لي إيه؟ طول قوس ومساحة القطاع ومساحة القطاع يا طالب أقا فين هم وضع عندك على الرسم القوس اللي هو بالأحمر خلي بالك أنه هو طول لأنه هيجي على الدائرة نفسها يبقى ده الطول بالسانتي أو بالملي أو بالمتر أو كذا أما القطاع اللي هو بالأخضر اللي هو عامل زي قطعة الجبنة أسهل حاجة لك عشان تشوفها القطعة اللي هي بالأزرق دي القطعة الدائرية طيب ده الشكل تعال ورينا شكل تاني يا أستاذ دي القوانين اللي عندي طول القوس اللي هنسميه لام هيساوي هاء دائري يعني الزاوية بالقياس الرديان أو الدائري اللي هو بن سامير رديان ضرب نق لنصف القطر كل الرمق الروزي هنفسرها ونكتبها مساحة القطاع نص لام نق أو نص هاء دائري في نق تربيع مساحة القطعة الدائرية نص نق تربيع في هاء دال ناقص ايه جيمهان برضو خلي بالك متابع معي على الشاشة عشان تعرف المسميات اللي عندي دي دائرة اللي بره دي اسمه المحيط اللي في النص الكبير ده قطر المستقيم اللي تحت اللي هو واصل بين نقطتين على الدائرة اسمه وطر النقطة اللي في النص اسمها المركز القطعة اللي وصلها من المركز الى الدائرة اسمها نص في قطر اللي احنا بقول لها نق جميل اول دي نفس الرسمة اللي ورتها لك قبل كده طيب عندي بقى احيانا يبقى فيه قوس اكبر وقوس اصغر اللي تحت اللي بالاحمر ده من ايه اللي بيه دهوت او منالف الى بقى لو احنا كتبين بقى بالعربي ده اسمه القوس الاصغر تاب اللي باقي هاي بقى القوس الاكبر القانون الاولاني اللي احنا قلناه طلع منين قال لك القياس الدائري لزاوية مركزية في دائرة يساوي طول القوس الذي تحصره هذه الزاوية على طول نصف قطر هذه الدائرة يعني هاء دائري يساوي لام على نق وبص ليه الرسمة او المثلف اللي عندي انا هرسمها لك هنا عندي ركز معايا كده بقى عشان انا عرفتك دلوقتي شوية حاجات الرسمة دي جميل قوي لام هاء دائري نق انت قولت انت قولت يعني ايه بقى المسميات دي ما معنى لام طول القوس خليت بقى فاكرة بقى طيب هاء دائري الزاوية الزاوية بالرديان او القياس ايه الدائري طيب نق نصف قطر قطر الدائرة جميل قوي انت عارف بقى المسميات دي طب لام لما تحب تجيبها قال لك انضرب اللي تحت دو يبقى حطنا على نتو الضرب ماشي يبقى لام يساوي هاء دائري في نق طب انا عايز هاء دائري هتقسم دي على دي يبقى هاء دائري يساوي لام على نق طب بالمثل لو انا عايز نق ها اقسم دي على دي يبقى لام على هاء دائري يبقى دي اول حاجة انا عرفها العلاقة بين طول القوس وايه والزاوية المركزية بالقياس الدائري خلي بالك لان في عندي قياس ستين وقياس دائري وهعرفك ازاي تحول بينهم بكل سهولة طيب ويبقى انا عندي طول القوس والزاوية و نصف القطر تعالى بقى كده ايه ارسمها لي يا استاذ في رسمة كده وعرفهاني تاني ادي دائرة هي دا المركز مين دا نصف القطر نق دا طول القوس اللي عندي يعني دا لام ادي الزاوية دي الزاوية ايه مركزية وبالقياس الدائري او ستين يبقى زاوية مركزية جميل اول ودي نق ودي نق نصف القطر ولام طول القوس تب انا ليه عملت النقاط دي كده انا الاول بتعمل معك هنا على طول القوس لو وصلت هنا بقى قال لك المساحة دي دي هنسميها قطاع دائري يبقى هو دا القطاع الدائري القطاع الدائري محصور بين ايه محصور بين نصفين قطرين ادي نق ونق وطول قوس وزاوية مركزية الحاجات دي اللي حصروا لي المساحة دي بسميها قطاع دائري يبقى دا طول القوس بقولك عليها تاني هوا عشان تبقى واضح معاك الرسمة طيب جميل اول القانون مرة تانية تعال بص على الرسمة كده القطاع الدائري انا جبتلك لو انت دعان صنية بيت زهية وقسمتها لك مثلسات احنا بسميها مثلسات اهي دي بقى القطاع الدائري او الرسمة اللي هنا عندي دي او علبة الجبنة وخبالك لما تاخد منها قطعة بتبقى على شكل مثلس كده يبقى دا ايه القطاع الدائري يبقى كده شكل القطاع الدائري مش هتنساه تمام طب هو ليه تعريف ايوة جزء من منطقة دائرية يعني دا جوا دائرة محددة بنصفي قطرين فيها ايوة نص قطر نص قطر وقوص الدائرة بينهما قوص الدائرة اللي بين القوصين ها ونصفي القطر هم دول اللي هيعملولي القطاع الدائري ادي رسمة تاني لقطاع دائري وقطع دائري عشان ما تنساش شكله جميل اول والتعريف مرة تانية ورسمة انا كده ايه عطيلك اقواص واشكال عشان تبقى لو شفت الرسمة في اي مكان هتعرف تطلع القطاع الدائري على اليمين برضو قوس ونصف قطر ونصف قطر وهنا خدت القطع اللي هي بالاصفر دي اللي هي ايه القطاع الدائري وقلتلك برضو على التعريف مرة تانية طيب مساحة القطاع قالك ليه قانونية نص لام في نق ولو عوضت عن اللام تعال اجيبها لك بقى ايه عشان تعرفها جات من ايه مساحة القطاع خليك معاي هنا كده مساحة القطاع الدائري يساوي نص لام في نق لام اللي هي ايه يا استاذ لام اللي هي طول القوس تم انا كان عندي طول القوس ها دائري في نق صح وكمان عندي هنا نق طب نقف نقه كم يطلع اللي نق تربيع يبقى ده القانون الاولاني وده القانون التاني هنا اذا عطاني طول القوس استخدم القانون الاول واذا عطاني الزاوية استخدم القانون التاني طب انا عايز اجيب بقى المحيط هرسم القطاعه ادي لام ودي نق ودي نق هو المحيط عبارة عن ايه عن مجموعة طول الاضلع دي اللي بار اللي يحوطها يعني هنا وهنا وهنا يبقى قوله بقى قانون محيط القطاع يساوي لمهه زائد نق ونق كام يا شباب اه اتنين نق خلي بالك دي كتنق ضرب نق بنق تربيع خلي بالك اوه تخلط اوه تخلط بين الاتنين اما هنا نق زائد نق يبقى اتنين ايه نق يبقى دا القانون بتاع مساحة القطاع ومحيط القطاع خلي بالك مساحة القطاع لها قانونين محيط القطاع هو قانون واحد احنا استنتجنا طيب تعال نشوف بقى مثال محنون عندي هنا وناخد مسائل ونحلها ونشوف هو بيعمل ايه اوجد مساحة قطاع دائري طول قوصه 10 سنتي وطول قطر دائرة 10 سنتي اه تعال بقى على المسود على الشمال كده ها واخد واخد لي بياناتك لام اللي يطول القوص بعشرة انا عايز نق لكن هو عطيني القطر كله القطر كله عشرة يبقى نصف القطر خمسة يبقى نق بخمسة واكتب القانون مساحة القطاع يسوي نصف لام نق يعني نصف عشرة في خمسة طلعت خمسة وعشرين ودي مساحة يبقى لازم نحط سنتيمتر ايه مربع جميل قوي تعال بقى احنا نحل ايه مسألة من عندنا ودي مسألة الكتاب رقم واحد صفحة ستة وعشرين يبقى هقول هنا واحد خلي مالك اهو على ستة وعشرين برضو هقول طلابنا اللي هم ملتحقين معانا اللي فوق دي رقم السؤال واللي تحت رقم الصفحة يبقى لما تشوفني كاتب اتنين على خمسة يبقى اللي فوق سؤال وتحت ايه صفحة يبقى واحد على ستة وعشرين السؤال الاول صفحة ستة وعشرين هو عايز ايه باب طالب مساحة قطاع دائري طول قصه اربعة وعشرين هكتب المعطيات لام اربعة وعشرين وطول نصف قطر دائرة تمانية هو عطالي نق مباشرة تمانية وهو عايز مساحة القطاع ممكن تحط كلمة الدائري وممكن طول مساحة القطاع تكتفي هو احنا نفهم على طول طيب نكتب القانون انا عندي قانون يا استاذ اقول لك تم منت عندك السهلة هو نص لام في نق عملي التعويض مباشر نص لام بكام 24 نق بكام بتمانية بسط على الاتنين فالواحد على الاتنين فالتناشر اتناشر فتمانية بستة وتسعين دي ايه سنطي بس مساحة يبقى حط تربيق يبقى يبقى انا حلية السؤال الاولاني في كتاب بيقول لي عايز مساحة القطاع اللي هو نص لام نق طيب تعال نشوف على الشاشة السؤال رقم اتنين هو طالب في ايه قطاع دائري مساحته 40 سنتيمتر مربع وطول قوسه 8 سنتيمتر اوجد محيطه دا هنا بقى هيشتغل معانا ويطلب حاجة وجواه حاجة كمان يبقى السؤال رقم اتنين صفح الستة وعشرين هو عطيني ايه اكتب بياناتي المساحة 40 طول القوس لام 8 اكيد عايز نق وعايز كمان المحيط واحد يقول لي هو ما طلب ش نق اقول يا رجل هو انت هتعرف تجيب المحيط الا لما تجيب نص القطر يبقى لازم يجيب نق صح طب هو عطيني المساحة وعطيني لام اكتب بقى مساحة القطاع يساوي نص لام في نق المساحة عطاني ب40 ولام ب8 يبقى المجهول مين نق دي مع دي فال الاربع يبقى نق احنا قلنا يبقى 40 على 4 10 سنت جبت له نق يا استاذ هو مش طلب اقول لك يا جدع هو ينفع تجيب المحيط قبل ما تجيب نص القطر الان تجيب بقى المحيط يساوي لام زائد اثنين نق الله اللام بكام ب8 والنق بكام ب10 اثنين في 10 بكام ب20 زائد 8 28 طيب سنت ولا سنت تربيع لا بس ليه لانها مش مساحة دي محيط ايه قطعة يبقى انا هنا جبتلك المساحة وجبتلك طول القوس وقلتلك هاتلي المحيط انت عشان تجيب المحيط لابد انك انت تجيب له نصف قطر الاول فطبقت في القانون الاولاني اللي هو نص لام نق طلعت النق اللي هي نصف القطر ثم عوضت في المحيط اللي هو لام زا دي ايه اتنين نق تعال نشوف مسألة تاني برضو اه اعطيني المرة دي بقى محيط وطول قوس وعايز مساحة مش مساحة وعايز محيط لا العكس يقول لي ايه ده تمرين خارجي اوجد مساحة قطاع دائري يبقى انا عايز المساح محيط يبقى المحيط خمسة وعشرين سنتين وطول قوس لام تسعة المطلوب المساحة وعالمة استفهام طيب واحد يقول لي ازاي اجيب المساحة من غير نص القطر ماينفعش ماعرفش فهو عطيني المحيط اجيب منه بقى ايه النص في القطر المحيط لام زا دي اتنين نق محيط خمسة وعشرين لام بتسعة زا دي اتنين نق بقى ودي تسعة الحارة التانية يبقى اتنين نق يساوي خمسة وعشرين نقص تسعة ستاشر دائما نقسم على معامل المجهول يبقى ستاشر على اتنين بكم بتمانية يبقى انا جبت له نق طلعت بتمانية سنتي عاجل مساحة اقول له مساحة القطاع نص لام في نق نص لام بكم بتسعة نق بتمانية يبقى هشيل اه ابصت لعل اتنين فال واحد اتنين فال اربعة اربعة بتسعة بستة وتلاتين سنتيمتر ايه تربيع عشان دي مساحة جميل خالص تعال نشوف مسألة تانية برضو من التمانية اللي عندي ممكن تطلع من الامثلة ممكن تطلع من الاختبارات اللي هي في الاخر الكتاب وممكن تكون من كتاب خارجي او شي طيب بقول لي ايه ايه نبقى قطاع دائري مساحته 16 سنتيمتر تربيع وقياس زاوية المركزية نص دائري نص دائري يعني احسب نص قطر دائرته انا محتاج اكتب المعطيات المساحة ساوي 16 اكتب معي اه قياس الزاوية يبقى هاق دال يساوي خمسة من عشر احسب نص قطر دائرته جميل اوي طيب انا عندي قانون فيه هااا هاق دال اقول له مساحة القطاع نص هاا ها دال في نق تربيع أيوة القانون التاني المساحة 16 نص ها دال بـ 5 من 10 يعني نص كمان في نق تربيع طرفين في وسطين يبقى هنا نق تربيع وضرب 4 16 بـ 4 وكام وستين طب انا عايز نق قالك اي حاجة تربيع خد لها الجزر يبقى جزر 64 سوى 8 ايه سنتي اكتب له هنا بقى ايه مسألة سهلة انا عطيني المساحة وعطيني قياس الزاوية المركزية وبيقول لي اوجد نصف ايه قطر طالب حاجة تاني لا اقول له شكرا اروح للمسألة اللي بعدية جي مسألة الكتاب صفحة 26 رقم 3 يبقى هقول له 3 على 26 واقرأ السؤال مع بعض بيقول لي ايه قطاع دائري مساحة 40 وطول نصف قطر دائرته 3 ونصف سنت احسب لأقرب سنتيمتر مساحة القطاع تعال يا عم الباشا نقول له 3 على 26 اكتب معطياتك المساحة 40 نقق بتلاتة ونصف المطلوب لا دا قطاع دائري مساحته وطول نصف احسب لا مش هو بقى كده المساحة بقى انا عندي هنا هيبقى احسب محيط القطاع ماشي يبقى انا عندي هنا المطلوب المحيط خطأ مطبعي هنا هنصلحه هنقول له ايوة اوجد محيط يبقى دا لاقرب سنتيمتر وهنا ايه محيط القطاع عشان نبقى ماشيين مع المسألة تماما جميل جدا انا عندي هنا ايه قطاع دائري مساحته 40 سنتيمتر مربع وطول نصف قطر دائرته احسب لاقرب سنتيمتر محيط القطاع جميل يبقى انا عايز المحيط تعال نشوف نكتب مع بعض مساحة القطاع يساوي نص لام نق المساحة كام 40 نص انا معنديش لام بس عندي نق 3 ونص ممكن تخليها 7 على 2 يبقى انا عندي اضرب الاتنين دور هنا 4 فاربعين ب160 يساوي 7 لام يبقى لام هيساوي 160 على 7 طلع لي 160 على 7 نشوف القسمة بيقول لي اهو 160 تقسيم 7 22 وعشرين وثمانية من عشر ده سنتيمتر هو عايز ايه بعد كده عايز المحيط انت عندك نصف القطر اه هقول له محيط القطاع يساوي اللام زائد اتنين نق اللام ب22 وثمانية من عشر زائد اتنين في نق بتاتة ونص يعني 22 وثمانية من عشر اتنين في تاتة ونص بكام بسبعة بكام بسبعة اجمح على 22 يبقى 29 وثمانية من عشر سنتيمتر عشان ده ايه محيط تعالى نشوف سؤال تاني في كتاب المدرسة كان رقم اربعة بيقول لك ايه بقى في رقم اربعة بيقول لي قطاع دائري مساحته 120 سنتيمتر تربيع وتلقصه 20 سنتيمتر اوجد قياس زاويتيه بالقياسين الستين والدائري واوجد محيط القطاع الله تعالى ما عنديش مشكلة خالص مهما تجيب من اسئلة طالما انت بتكتب معطياتك وعارف قوانينك بتقدر تحل ده رقم اربعة صفحة 26 بيقول لي القطاع اللي عندي المساحة بتاعته كان 120 لامية هو عايز الزاوية هادال وعايز الزاوية سين درجة طب يا استاذ انت باقلت الناشر العلاقة بينهم هقول لك دلوقت وعايز محيط القطاع احنا هامرين ده جميل وحليوة فلابد ان انا باقا اقول لك باقا العلاقة بين ايه الستيني والدائري ها القياسين اللي عندك بص يا سين سين درجة على 180 يساوي هادال على باي اللي هي طه طب طه بكام ب22 على 7 او 13 من 100 طب اني هستخدمها استاذ اقول لك هتستخدم 13 من 100 اذا لم يذكر غير ذلك لو قال لك بقى 22 على 7 هستخدمها لكن ما قالش هي بتاعتنا دي 23 من 14 طب ايه الكلام ده قال لك لما تجيب سين درجة هتعمل ايه هتضرب 180 في ها على طا طا اللي هي ايه باي طب لما تجيب ها دال اهي يبقى سين درجة ضرب طا على 180 يعني تبقى تبقى فوق ولا تحت تحت يا استاذ بس اهو خلصت وبسط على الستة فالتنين على الستة فالتلاتة يبقى اتنين على تلاتة ايه طه يعني اتنين على تلاتة تلاتة واربعتاشر من مية واضرب ويطلع الناد ايه الكلام الجامل ده يعني لما حول من ستين لدائري او من دائري لستين العكس ما عنديش غير المية وتمانين وطه طب بعرفها ازاي انا بكلم نفسي ها وانت سمعني انا انا لما كون عندي من ستين لدائري اعمل ايه من ستين لدائري هي ستين وانا عندي طلع علي دائري يعني عندي ايه سين درجة هيساوي ها مية وتمانين ضرب ها على طاق طب لما يكون عندي دائري وعايز اخليها ستين يبقى سين درجة في طاق على مية وتمانين يبقى السين درجة والمية وتمانين يبقى المية وتمانين تحت الهاق درجة يبقى اللي تحتها ايه طاق تعالى بقى نرجع لسؤالنا رقم 4 صفحة 26 قطاع دائري مساحته 120 طول قوسه 20 عايز الزاوية هاق درجة وعايز سين درجة هاق دائري سين درجة وعايز محيط القطاع يلا على بركة الله نبدأ هقول له بقى مساحة القطاع مساحة ايه؟ القطاع تساوي نص لام نق طيب انا عندي المساحة 120 وعندي اللام بعشرين اقدر اجيب النق دي ما عديفها عشرة يبقى نق 120 على عشرة فيها 12 صنطي مواطلبهاش بس انت هتكتبها عادي هتجيبها غصب عنك فعادي خالص 12 صنطي جميل طيب انت جيبت نق هو عايز هاق دائري اقول له فاكر قانون طول القص مش بيساوي هاق دال في نق انت عندك طول القص بعشرين وهاق دائري محتاجة ونق باثناشر يبقى هاق دائري قسم عشرين على اتناشر تعالى نجيب الالة الحزبة واقول له عندي هنا العشرين تقسيم اتناشر يساوي واحد وستة من مية ستات كتير قوي اقربها واحد وسبعة من عشر طيب دي هاق دائري انا محتاج سين درجة اقول له بسيطة خالص انا عارف التحويل اللي عندي احطى هنا كده يبقى سين درجة سين درجة هاق دائري في كام بقى اكيد في مية وتمانين على طاق يبقى واحد وسبعة من عشر في مية وتمانين طاق بثلاتة واربعتاشر من مية جميل اول تعالى بقى نشوف واحد وسبعة من عشر ضرب بمية وتمانين يساوي قوة تنسى يساوي دي تقسيم تلاتة فصل اربعتاشر طلعت عندي بسبعة وتسعين وخمسة واربعين من مية في عندي في الآلة حاجة اسمها ايه سري كوما اعمل شفت سري كوما يطلع لي بالدرجات والدقائق والثواني ماشي يعني انت عندك في الآلات العادية بتاعتك هتلاقي فيه تلات فصلات زي كده بنسميها ايه سري كوما بنضغط عليها شفت سري كوما يطلع لي عندي بالدرجات والدقائق والثواني عندي هنا هتطلع كام سري كوما يبقى شفت لا تلات خطأ طيب يبقى نجيبها مع آلة تانية لحد ما نشوف فين مكانها بالظفر هيطلع عندي بالدرجات والدقائق والثواني لو هو عايزها ايه بالدرجات اخر حاجة عندي يبقى محيط القطاع يساوي لام زي اتنين نق ارجع لسؤالي لام بعشرين ونق باثناشر يساوي اتنين في اتناشر باربعة وعشرين زي ادي عشرين يبقى اربعة واربعين محيط سنتيمتر سنتيمتر كامل خالص تعالي نشوف السؤال تاني بيقول لي ايه هنا بها اربع دوائر ده سؤال في الكتاب رقم خمسة اربع دوائر طول نصف كتر كل منهما سبع سنتيمتر ومراكزها هي رؤوس مربع طول دلعه اربعتاشر سنتيمتر اوجد مساحة المنطقة المحصورة بين هذه الدوائر لاقرب سنتيمتر مربع جميل اوي مسؤالة دي جميل اوي انت هترسم لي اربع دوائر خلاص جنب بعض مراكزها مربع حلو هو عايز ايه قال لك كل واحدة سبع سنتيمتر بقى ده سبع ده سبع اه صح ما انت قلت طول واربعتاشر ايه ايه بقى سبعة برضو هو عايز المساحة دي طب المساحة دي اجيبها ازاي اقول لك تجيب لي مساحة المربع وتطرح منه اربع قطاعات دائرية وطبعا القطاع الدائري زي بعض لان نفس ايه نفس المساحة اللي عندك هنا طول قوس هو نفس طول قوس هنا ونفس نصف القطر ونفس الزوايا الزوايا بتاعت عندك تسعين درجة جميل اوي يبقى انا عندي مساحة المنطقة هتساوي ايه مساحة المربع ناقص اربعة في مساحة القطاع الدائري جميل يبقى انت محتاج ايه مساحة المربع ده راجل سهل طوله تضلع في نفسه انك انت تجيب مساحة القطاع الدائري يبقى احنا محتاجين نعمل ايه الآتي نطلع بقى البيانات بتاعتك هي طول ضلع المربع كام طول ضلع المربع يساوي اربعتاشر طيب نصف قطر ده كام نق يساوي سبعة طيب الزاوية كام الزاوية سين درجة كانت بتسعين درجة بكام تسعين درجة طيب انت محتاج ايه انت محتاج تجيب مساحة القطاع وجيب مساحة المربع تجيب مساحة المربع الاول طول الضلع في نفسه طول الضلع في ايه في نفسه جميل يعني اربعتاشر في اربعتاشر بمية ستة وتسعين سنتيمتر مربع طيب انا عايز اجيب مساحة القطاع الواحد ما عنديش هنا بقى هاق دال لكن عندي سين درجة اه انت لسه عطينا التحويلة بتاعتها استاذ دلوقتي فانا ممكن اعمل ايه احول اقول له هاق دائري يساوي سين درجة في كام بقى ها في طا على مية وتمانين سين بتسعين في طا بتلاتة واربعتاشر من مية على مية وتمانين تعالي نعملها بالحسبة طبعا تسعين على مية وتمانين فهن الاتنين اصلا ماشي بس لازم تعملها كالتسعين ضرب تلاتة فاصلة اربعتاشر من مية لازم تضغط يساوي تقسيم مية وتمانين طلع واحد وسبعة وخمسين من مية دائري جميل اوي تعالي نجيب من صحة القطاع الواحد يساوي انا عندي النق وعندي هاق يبقى نص هاق دائري في نق تربيع يبقى نص في واحد وسبعة وخمسين من مية النق بسبعة يعني سبعة في سبعة تعالي نعملها بالقال الحسب نص خمسة من عشرة اهو شايف كده ضرب واحد فاصلة خمسة سبعة ضرب سبعة ضرب سبعة جميل الناتج الناتج بقى اقول له يساوي تمانية وتلاتين و صحيح اربعمية خمسة وستين من الف سنتيمتر ايه تربيع جميل خالص يبقى مساحة المنطقة انت قلت لي مساحة المربع ناقص اربعة في مساحة القطاع مساحة المربع كنا مطلعين مية ستة وتسعين ناقص اربعة ضرب تمانية وتلاتين فاصلة اربعة خمسة ايه اربعمية خمسة وستين الف يبقى انت هتضرب دافة اربعة هيطلع عندك بمية تلاتة وخمسين صحيح وستة وتمين المية هتطرح منهم كان بقى تطرح من مية ستة وتسعين يعني مية ستة وتسعين الاول لو انا عملتك هطلع لي بالسالب يبقى تنين واربعين واربعتاشر ايه دي بقى سنتيمتر مربع سنتيمتر ايه مربع يبقى انا عندي هنا الاربع دواير ارجع تاني بقى اشوف اهو الاربع دواير ما لهم اه كانوا اه مطلسقين مع بعض كان القطر بتاعه اه لكل واحد منهم سبعة سنتي كان عندي اه طول الضلع المربع اربعتاشر ويقول لي بقى هاتلي المساحة اللي بينهم دي انا بكل زكاء كده قلت المساحة دي عبارة عن مساحة المربع كله واطرح منها الاربع ايه الاربع اضلاع الاربع قطاعات الدائرية جميل خالص تعالوا نشوف مسألة تاني من المسائل برضو اللي عندنا و نشوفهم مع بعض ادي مسألة هين عندي محلولة مرة سابقة هنحلها مع بعض برضو تاني بيقول لي ايه بقى اه اوجد قطاع الدائري واضحة هنا لا على الورق قطاع الدائري مساحته مية وعشرين وطول قصه عشرين اوجد قياس اوجد قياس زاوية بالقياسين الستيني والدائري اه زي اللي احنا حلناها برضو مساحة القطاع الدائري اقول له نص لام في نق شلت المساحة وشلت لام والنق و اه عوط طلع عندي باثناشر ارجع مرة تانية وقت مساحة القطاع نص في هاء دائري في نق تربيع و طلعت هاء دائري السمت ده على المية وعشرين على الاثنين وسبعين طلع بواحد وسبعة من عشرة اللي انا بقولك عليها هنعملها اه درجات ودقائق وسواني اللي هي شفت ايه كومة وعندي هنا بعد ما طلعت السين اقول له ايه انت محتاج حاجة تاني يقول لي لا اقول له شكرا لانك انت مش طالب هنا المحيط لو كان طالب المحيط كنا ايه جبناله بقانون المحيط ودي الاربع دوائر اللي عندنا تمام ودي البردو اللي احنا حلناها مرت علينا ودي لسه حلنا من شوية جميل خالص تعال ناخد بقى ايه مسألة من عندنا من مسائل الواجب تعال نشوف بقى الكلام ده احسب على الشاشة عندي احسب مساحة ومحيط عايز الاتنين مع بعض مساحة ومحيط قطاع دائري طول نصف قطر دائرته تمانية سنتي وطول قوسه اتناشر سنتي هو عايز الاتنين عايز مساحة ومحيط يبقى المساحة مطلوبة المحيط مطلوب وطول نصف يبقى عاطيني نق بتمانية وطول القوس عاطيني باثناشر الله مسألة سهلة حلوة خالص هقول له مساحة القطاع يساوي نص لام في نق يبقى نص لام بكام باثناشر ونق بتمانية يبقى اربعة تمانية واربعين سنتي متر تربيئة السؤال دي سهل طيب طيب محيط القطاع لام زائد اثنين نق لام بكام باثناشر زائد اثنين في تمانية بستاشر يبقى ثمانية وعشرين بس سنتي بس السؤال ده سهل وجميل ادرنا ان احنا ايه نحله بكل سهولة ويسر كان طالب مساحة وطالب محيط لايه للقطاع جميل خالص تعالوا نشوف برضو لو احنا عندنا نقدر نعمل بقى مراجعة شاملة لكلام ده تاني وهجب لك اللي عندي تمام عندي هنا الرسمة بقى سصيل على الرسمة هنا عشان تقدر تميز بين القطعة والقطاع وبين طول القوس اهوة ده الرسمة اللي عند اللي بالاحمر ده قوس من دائرة يعني جزء من دائرة على الدائرة نفسها القطاع الجزء من الدائرة ده اللي هو القوس مع كمان نصفي قطرين مع زاوية مركزية القطعة الدائرية وطر مع طول القوس اللي عندك المحصورة بينهم ونقسم بينهم كده نقدر نقول ان احنا خلصنا حلقة اليوم مع وعد بلقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلقاء حلقة اليوم وبركاته محصو محصو محصو